خلينا بعد الوقت مشاهدينا نروح لموجز لأهم الأنباء مع لميات فضليلا شكرا لكم منها أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ترحيب مصر بالمسؤولين والشركات الإيطالية التي تمتلك رصيدا كبيرا من العمل المثمري في مصر جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وفدا إيطاليا رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنتونيو تاياني وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من الموطوعات والتعاون الثنائي وكذلك تبادل الرؤى بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما تم التطرق إلى قضية الهجرة غير الشرعية وبحث جهود التعاون في مجال الطاقة قال الرئيس الأوكراني بلودمير زلنسكي أن كبار القادة العسكريين الأوكرانيين يفضلون الدفاع عن القطاع الذي يضم مدينة بخموت في شرق أوكرانيا وإلحق أكبر قدر من الخسائر بالقوات الروسية وفي خطابه اليومي قال زلنسكي أن التركيز الأساسي كان على بخموت مضيفا أن هناك موقفا واضحا للقيادة بأكملها وهو تعزيز هذا القطاع والحاق الهزيمة بالقوات الروسية وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما قال أنها مزاعمة بشأن تورط ناشطين أوكرانيين في تفجيرات خطوط أنبيب الغاز التيار الشمالي بأنها محض هراء وقال بوتين أن وقوع انفغار من هذا النوع بهذه القوة وعلى هذا العمق يمكن فقط أن يتم من خلال خبراء مدعومين من كل أجهزة الدولة التي تمتلك التقنيات اللازمة لذلك مضيفا أن الولايات المتحدة من الناحية النظرية لديها مصلحة في مثل هذه الحوادث كتفجيرات التيار الشمالي حتى يتسنى لها تصدير الغاز الطبيعي المسالي الخاص بها أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن واشنطن استدعت السفير الروسي عقب إسقاط مقاتلة روسية طائرة مسيرة عسكرية أمريكية فوق البحر الأسود وقال برايس أن السفيرة الأمريكية لدى موسكو نقلت رسالة قوية إلى وزارة الخارجية الروسية كما اطلع المسؤولون الأمريكيون الحلفاء والشركاء على الحادث قفضت وكالة مودز لتصنيف الاعتمالي توقعتها للنظام المصرفي الأمريكي من نظرة مستقرة إلى سلبية مشيرة إلى بيئة التشغيل سريعة التدهور وأوضحت الوكالة أنها اتخذت هذا القرار في ضوء سقوط ثلاثة بنوك ما دفع المنظمين للتدخل بخطة لإنقاذ المودعين وغيرهم من المؤسسات التي تأثرت من الأزمة حضى رئيس بنك سيليكون فالي بريج الذي أنشأته السلطات المصرفية الأمريكية حديثا ونقلت إليه كافة ودائع بنك سيليكون فالي المنهار حضى جميع العملاء على إعادة إذاع الأموال التي سحبوها حتى يتمكن البنك من العمل مجددا ومن جانبها أكدت المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع أنها ستغطي جميع المدعين في بنك سيليكون فالي حتى بما يتجاوز صقف المائتين وخمسين ألف دولار من الوديعة المشمولة بالحماية يستعد قطاع النقل في فرنسا لتنفيذ تهديداته بالتعبئة لليوم الثامن احتجاجا على مشروع تعديل نظام التقاعد في فرنسا ما يؤثر على وسائل النقل وحركة الطيران في المقابل وفي رسالة طمأنة اعتبر وزن النقل أن يوم الإضراب لن يكون يوما أسود في وسائل النقل العام أحرز هالاند خمسة أهداف لقودة منشستر سيتي للفوز بسبعية نظيفة على ضيفه لايبزيك في إيهابي دور الستة عشر لدور أبطال أوروبا لكرة القدم والتأهل لدور الثمانية بعد فوزه بثمانية أهداف مقابل هدف في نتيجات مباراتي الذهاب والعودة وفي مبارات أخرى تأهل انتر ملعن الإيطالي لربع نهائي بعد تعادله السلبي مع مضيفه بورتو البرتغالية وكان لقاء الذهاب في إيطاليا انتهى بتفوق الإنتر بهدف نظيف ليتأهل الفريق بمجموع اللقاءين لربع نهائي مشاهدين انتهى موجز الثامنة وعود الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل